أبو البراء ضعنا في صورة الوضع الآن بمحيط مع أسكر القياسات قد مننا الله علينا بفتح عظيم بفتح مدينة اللب وما بعدها مدينة ريحة وتتالت بعدها باقي القرى مع أسكر المسطومة كفرنجة مع ترم وقد مننا الله علينا بفتح قرية أوريم الجوز وقد لاحقنا الفلول كتائب الأسد إلى منطقة حرش بسنقول وإلى منطقة حرش القياسات والآن هو موجود متواجد ضمن نطاق ضيق ضمن نطاق وادي بسنقول ووادي لقياسات والآن نحن نطبق الحصار عليه من كافة الجهاد والحمد لله رب العالمين الآن الأخوة ما زالوا في تقدم إلى الأمام والجيش تراجع إلى الخلف أكثر في أكثر هل المعارك ستبقى مستمرة للسيطرة على معسكر القياسات وحرش بسنقول أم أنها ستتوقف عند هذا الحد الآن أخي الكريم جيش الفتح قام على تحرير سوريا كاملة وليس على منطقة إدلب فقط الآن العمل مستمر ليس إلا القياسات وإلى ما بعد قياسات محمبل وإلى الغاب سوف يتتابع عملنا إن شاء الله إلى باقي من آتق سوريا جميعاً ماذا تبقى لقوات النظام في محافظة إدلب وتحديداً أسترات حلب اللاتقية؟ الآن لا يوجد له سوى منطقة القياسات ومحمبل والطريق الواصل ما بين الغاب ومنطقة المحمبل نعم مشاهدين هنا أبو البراء أطلعنا عن حقيقة الوضع ووضع إلى أين آلت إليه المعارك في محافظة إدلب وخصوصاً في معسكر القياسات المعارك هنا وطيرة الاشتباكات أخف منذ قبل الآن عمليات تجهيز من قبل جيش الفتح للسيطرة على معسكر القياسات والمناطق القريبة ومنه تدور أحياناً اشتباكات متقطعة تقوم الراجمة في حرج بسنقول باستدفع المناطق المجاورة هنا أيضاً الطيران الحربي والمروحي يكاد لا يفرق الأجواء يلقي البراميل والغام البحرية على المنطقة هشم عبدالله أورينت نيوز من محيط معسكر القياسات